المسألة الوضع الحالي النهاردة أصبح مبني على الآتي فقافة تكونت على مدار الخمسين سنة عشان كده أولتلك شوف الخمسين سنة ثم أدواتك أدواتك إيه؟ يعني عندك مواطن دماغه متركبة كده وعندك أنت أدواتك كحكومة متمثلة في جهاز إداري وبإمكانيات مادية وعينية لابد أن تتوفر له ثم عندك تشريعات حكمة للمسألة والأهم والأهم الريزيستنس نحو الإصلاح المقاومة نحو الإصلاح كانت الأول مبنية على الهوى الخاص بالمصالح يعني عايز يسترزق أو 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 النهاردة بقت مبنية على أمرين هوى خاص بالمصالح وهوى سياسي يعني عندك ناس في الجهاز الإداري من مصلحتها إنها تفشل المنظومة عشان أنت تفضل في الايه؟ في السيركل دي طيب دي مقدمة للي مش داخل معنا في التفاصيل ممكن يتوه مننا فيها أنا عايز أكلمك بقى كلام وحديث الناس اتعامل إيه؟ الدولة المصرية طلعت قانون اسمه 144 ل2017 ده بيتعامل مع تقنين وضع اليد قلنا خلاص التعدي على الأراضي انتهى دي ظاهرة سرطانية وجرم كبير جدا فإحنا وقفن له بالمرصاد بتشكلت لجنة استرداد أراضي الدولة والموجة الأولى والتانية وإلى آخيره وقلنا هنقنن ده قانون السسنائي هنقنن للناس وضعها عشان أنا مش هعرف أشيل الملايين دول من على أماكنهم وعلى سكنهم فوانا بعمل القانون ده وعلى فكرة ده طلع من الإدارة المحالية ومقدمها الحكومة في المجلس السابق غفلت نقطة قلت أنا كحكومة بقى هنا هو اللي قابلينا الحكومات اللي قبل كده التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ده مجرم من خمسينات القرن الماضي صحيح كان يقولك إيه كانوا ماشيين بحديث بما معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا مواتا تصبح مركا له طبعا الفقه هنا تدخل الدولة العصرية وكان فيه بينه وبين معالي وزير أوقاف طبعا حديث فهذه المسألة لا يمكن هي تمشي في هذا المصار وبالتالي من خمسينات القرن الماضي قالك لا وقف الكلام ده الأراضي مملوكة للدولة وحطوا خلاص لكن مش عارفين ينفزوا مش عارفين ينفزوا أو يتصدوا للناس اللي بتتعدى تروح حضرتك تشتري الأرض يقولك لا اشتري الأول ايه من الجهاز أو من الحكومة يقولك لا اخلص الأول مع الايه العربي أو البدوي اللي موجود وبعد كده تعالى قانن معي كان أظن للقانون 222 أو 222 طلعوا قانون كثيرة جدا واخرها أيام الدكتور يسوف بوترس غالي قدم مقترح وراحوا مطلعين قانون 148 لألفين وستة ومعارفوش يعملوا أي حاجة هنا وانت بتشرع لازم تقرأ التاريخ وتجارب اللي ايه الجهاز الإداري اللي معاك في تحقيق هذا الأمر نجح ولا مجال لما طلعنا 144 2017 كان الحقيقة النواية طيبة جدا لما جات اللايحة التنفيذية والممارسات بتاعته كانت الأرقام في تقدير المسألة مغالق فيها جدا فالملايين المقدرة إن هي تيجي تقنن أصبحت عشرات الألاف وحتى عشرات الألاف انت مش عارف تكمل معها فبقى عندنا إشكالية هنا طبعا جينا طلعنا في 2019 قانون التصالح على مخالفات المباني أنا خلي بالحضك دي شجاعة من النظام الحالي إنه يطلع هذه القوانين الستثنائية في التعامل مع الواقع التصالح لما طلع برضو قلنا لأ مش هنعمل بقى غلطة مين 144 ده إحنا هنحط التسعير في صلب التشريع عشان الأيدي المرتعشة فحدناها 50 جنيه لألفين جنيه لو تتذكر سيادتك وحصل شوية حاجات وتدخلنا كبرلمان وفخمت رئيس الجمهورية قد ترخير راح جاي موجه بإن الكرة كلها تاخد الحد الأدنى بـ 50 جنيه والحال ماشي ولكن وقف عندي إيه؟ وقف في الإجراءات واستكمال من نموذج 3 لنموذج 10 مع الكم الكبير اللي هو الـ 2 و 8 من 10 مليون طلع فوسكتنا لأ عملنا جلسات قياس أثر تطبيق عشان نشوفه حددنا مؤشرات القياس مع الحكومة ومرثهم كبير انتهى بالمشاريع اللي هي دخلت عند حضرتك لزموع الماضي وراحت للشيوخ فنسخة جديدة من التصالح عشان أحلحل القديم بتيسيرات أكثر وأستقبل الجديد لمن يرخب